سؤال كل يوم مبادرة أطلقتها أنا أخوكم أسامة العكور لإلكم أنتم جيل 2007 الأدبي والفندقي هدف المبادرة نضلنا إيدنا ماخدة على حل الرياضيات ودماغنا شغال مش تيجي يوم الامتحان تصير تقولي بطلت عرف أميز بين الأسئلة فمشان نتقن كل يوم فكرة تابعنا دائما وخلي صحابك يتابعونا راح تستفيد وغيرك يدئيلك مش بس تستفيد علميا يلا نبدأ بعد بسم الله إذا كان يو اقترانا قابلا للاشتقاق وكان يو برايم للخمسة معطيني جوابه سالب ستة ومعطيني أنه يو الخمسة جوابه يساوي سالب ثلاث وطالب جد اطناش تقسيم يو اشتقها وعود خمسة أنا كنت واضح في كل مواقع اللي شرحت لطلابي منصة جو أكاديمي مدارسي وفي مراكزي المنتشرة في العاصمة عمان وبعض المحافظات فيودنا نروح من دلكل طبعا لكن الوقت المهم هاينا بنوصلكم من خلال اليوتيوب كمان من اطناش تقسيم يو حكيت لهم إذا كانت هاي المشتقة جاي هون بعد التعويض مباشرة الجواب صفر يعني مشتقة الثابت صفر لكن بما إنه المشتقة قبل التعويض إذا بنشتق عدد على اقتران شو قاعدة اشتقاق عدد على اقتران سالب العدد بصير سالب اطناش بين قوسين مشتقة المقام اللي هي يو برايم للخمسة الكل على المقام زي ما هو هذا يو أوف خمسة الكل تربيح محل كل اكس بدنا نعوض خمسة طبعا مش شرطي تكون اكس ممكن تكون اي متغير يعني ممكن تكون هاي هنا يو ممكن تكون واي ممكن تكون زد فمشان هيك دائما نحكي في اسئلة المهارات العليا اللي كان فيها مثلا في الكتاب ف يو يساوي يو تكعيب ناقص بدك تفهم تشتقها اشتقاقها العادي هلا مبدئيا يو برايم للخمسة ويو الخمسة وين موجودين هاي وموجودين فوق تعال هاي يو برايم للخمسة وهي احلى يو برايم للخمسة سالب ستة ليش هيك عملت مش انا وريك انها شغلة تبديل مش اكثر ولا برجع بكتبها ميت مرة يو الخمسة كم تساوي يو الخمسة والله سالب ثلاث هايها احلى سالب ثلاث طب جواب النهاية يا استاذ يلا سالب فيه سالب موجب اتناعش ضرب ستة تحت ثلاثة تربية طبعا لانه السالب لما نربعه موجب فسالب ثلاثة تربية يعني ثلاثة ضرب ثلاث سالب ليش ما كتبت تسعة مش انا سهل عليك عملية الاختصار اللي بده يكتبها تسعة يكتبها هاي الثلاث معت الستة قسمتها ثنين واثناش تقسيم ثلاث أربعة وأربعة ضرب اثنين جوابها ثمانية واح ضر من اللي بنسى السوالب لا سمح الله رح يغلط في الإيجابة واح ضر من اللي بكتب لك سالب الكل تربية سالب تسعة فبالله يعلي سؤال كل يوم لان وصلك لهدف بسيط جدا بلشت فيه تدريسي نجاحكم نجاح أمه قبل عشرين سنة حكيتها كل سنة رح أحكيها عبد ما أشوفكم أفخر أفتخر فيكم وأكون وين ما أروح زي ما هسا عم بروح وبادي وبمحافظات وبأماكن وبسفر حتى خارج البلد بشوف طلابي من أنجح الناس ربي يفرحكم بنجاحكم يا حبايبي ويرضى عليكم دنيا وآخره سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر